يواصلون الخوض في مهنة المتاعب والتعرض للانتهاكات من أجل إيصال الحقائق هكذا هو حال الصحفيين اليمنيين بعد أن زادت الاعتداءات بحقهم بين قتل واختطاف وتعذيب ومن ينجو من كل ذلك يختار حياة المنفى وهي مرحلة جديدة من الشعور بالابتعاد عن الوطن والحنين لبلدهم نقابة الصحفيين وفي جديد تقاريرها رصدت 226 حالة انتهاك طالت صحفيين وإعلاميين ومؤسسات إعلامية خلال العام 2018 وبحسب تقرير النقابة فقد ارتكبت ميليشيا الحوثي 136 حالة انتهاك فيما ارتكبت جهات وهيئة عسكرية وأمنية تتبع الحكومة 68 حالة وارتكبت تحالف أحد عشر انتهاكا لم يتوقف الأمر عند حالات الانتهاك بحق الصحفيين فقط بل طالت الانتهاكات الوسائل الإعلامية والناشطين في مجال الإعلام حيث سجل مرصد الحريات الإعلامية 144 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام الماضي الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء واستهداف المؤسسات الإعلامية وطالب المرصد كافة المنظمات الدولية والحقوقية بتكثيف الضغط للإفراج عن المختطفين وضع الصحفيين أصبح مخيفا جدا في اليمن هذا ما خلصت إليه جميع التقارير الدولية والمحلية فقد قتل 42 صحفيا وناشطا إعلاميا منذ بداية الإنقلاب إلى جانب اختطاف أكثر من 400 صحفي ولا يزال البعض منهم في معتقلات جماعة الحوثي وتنظيم القاعدة ومر على البعض منهم أكثر من ثلاثة أعوام تهم عديدة ومحاكمات غير شرعية توجه للصحفيين بسبب آرائهم وكتاباتهم في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وبالمقابل تستمر حالة الانتهاكات للحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والتحالف وهي دائرة مأساوية يقاسي تبعاتها الصحفيون كل يوم